أهلاً وسهلاً بكم في آخر درس تعرفنا عن النظام الثنائي وقلنا أنه يعتمد على الأساس 2 يمكن تمثيل أي عدد نريد التماد على العنصرين 0 و 1 فقط كما رأينا مثلاً العدد 12 يمكن تمثيله على الشكلة 1 و 1 0 0 في النظام الثنائي كان هذا فقط تعريض بالنظام الثنائي وليس تقديم لطرق التحويل من النظام العشري للنظام الثنائي أو نظام الثنائي للنظام العشري طرق التحويل سنتطرق لها في دروس لاحقة إن شاء الله بكثير من التصليل بتقنيات أكثر لكن نبقى دائماً في الدروس الأولى وهي التعريف بالأنظمة قلنا النظام الثنائي يعتمد على الأنصرين 0 و 1 ولو كان لدينا عدد عشري كبير فستكون مثلاً طريقة تمثيله على هذا الشكل 1 و 1 صافر صافر 1 و 1 صافر صافر مثلاً على هذا الشكل وسيصعب تحويلها أو فهمها بالنسبة للإنسان للنظام العشري لهذا هناك أنظمة وسيطة بين النظام الثنائي والنظام أو معتمدة على النظام الثنائي وهي أكثر فهم بالنسبة للإنسان وهي النظام الثماني والنظام العشري نبدأ في هذا الدرس بالنظام الثماني أكتب هنا كأنوال الدرس دائماً النظام الثماني وأخذ دائماً نفس العدد 12 فهذه المرة أقوم بقسمته على كم؟ على 8 بدل 2 في النظام الثنائي أحصل على 1 1 في 8 8 8 من 12 4 ثم أعاود قسمة الخارج هنا على الأساس الذي هو 8 فأحصل على كم؟ 1 مقصوم على 8 0 والباقي 1 8 0 0 1 4 وكتابة العدد كما رأينا في الدرس السابقة دائماً من أسفل إلى ستكون هي 1 4 على هذا الشكل تجمية طريقة التجمية كما رأينا أيضاً في الدرس السابقة أقوم ب أخذ الباقي 4 في الأساس 8 والسفر زائد 1 في الأساس مرفوع ب قوة 1 يساوي كم؟ لدي 8 0 1 4 4 8 1 8 1 8 10 ودتالي أقوم بالحصول بتريقة أفضل أقوم بالوصول نفس النتيجة التي انطلقت منها وهي الـ 12 في النظام العشري إذن نفس الطريقة القوة ترفع كلما قمت بالقسمة هذه هنا القوى 0 وهنا القوى 1 وبالتالي حين أقوم بالقسمة على 8 فالباقي سيكون بالضرورة محصور بين السفر و 7 سفر 1 2 3 4 5 6 أو 7 هذه القيم التي يمكن أن يأخذها الخارج حين أقوم بالقسمة على 8 وهي ما نسميها بعناصر النظام عناصر النظام الثماني و الأساس هو 8 هو الأساس نقوم بتحليله أكثر أدي مثلا هنا العدد 14 وصلت إلى العدد 14 هو تمثيل للعدد 12 في النظام الثماني كيف؟ لأن كما رأينا دائما نعتمد على موضع العنصر و قيمة الأساس بقوى المناسبة له لدينا الأساس 8 قوى الأساس 8 ما هي إلا واحد ثمانية أربعة وستون وهكذا وهي اعتمادنا على الأساس هي ثمانية أس صافر سائد ثمانية أو هنا لدينا ثمانية أس صافر هي الواحد ثمانية أس واحد هي ثمانية ثمانية أس اثنين أربعة وستون وهكذا نرفع ثمانية أس ثلاثة وما إلى ذلك إذن فسيكون العدد 14 ما هو إلا أربعة وستون أكتب بلون مخصص للأعداد أوبس أكتب بلون المخصص للأعداد لديه هو العزرق هنا هي ما هو إلا في هذا الاتجاه عنصر الذي هو أربعة نضروف في الأساس قوة الأساس الأولى التي هي واحد زائد العنصر الثاني الذي هو واحد في قوة الأساس الثانية التي هي تمانية ثم أخصل على أربعة في واحد أربعة زائد واحد في تمانية ساوي تمانية والمجموعة سيكون واثنين عشر في النظام العشري ونأكتب هكذا ثمانية أي أنني أقول أن أربعة عشر في نظام الثماني وليس لها نفس المعنى في النظام العشري بل هي إثنين عشر في النظام العشري إذن أعيد كالترخيص هذا الدرس كان قصير لأننا تعرفنا على الأساسيات في الدروس السابقة النظام الثماني يعتمد على الأساس الثمانية وبالتالي له العناصر من السفر حتى سبعة سفر واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ويعتمد كما قلت على الأساس الثماني وبالتالي نقوم بضرب كل عنصر فيه متلقى من اليمين في قوى الأساس الثمانية هو ليس مستعمل بطريقة مباشرة من طرف الحواسيم وليس مستعمل أيضا من طرف الإنسان نحن نستعمل النظام العشري في حياتنا اليومية لكن كما قلت في التقديم هو نظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر